بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه تقدمت اليوم باستجواب الحق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته وذلك استنادا إلى حكم المادتين 100 و 101 من الدستور والأحكام المواد 133, 134, 135 من اللاعحة الداخلية لمجلس الأمة فتقدمت اليوم بالاستجواب من خمس محاول المحور الأول اقحام المرأة في السلك العسكري المحور الثاني تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليورو فايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت هذه الصفقة وانتم سمعتوا وشفتوا اللغة اللي صار الأيام لطافة عن صفقة اليورو فايتر وعن ما يحصل بالجيش وغمز واللمز وعمولات وكذا اليوم راح نشرح على المنصة كل الأمور وكل التجاوزات لا وبمستندات المحور الثالث عدم تعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وأيضاً عدم إصدار اللواحة التنفيذية لبعض القوانين من ضمنها يعني أيضاً عدم إصدار الحساب الختام لمزانية التسلة الستثنائية عدم الرد على الأسئلة البرلمانية عدم التعاون مع ديوان محاسب وتجاهل معالجة ملاحظات استمرار الصمت على المخالفات السابقة بعد مصدار اللواحة التنفيذية لعدد من القوانين المحالة من مجلس الأمة بعض القوانين مع الأسف صار لها سنوات يعني كثير أكثر من 15 سنة وأكثر من 15 سنة وهي موجودة ما سووا اللاحة التنفيذية مالتها أيضاً المحور الرابع التفريط في أراضي الدولة نعم هناك تفريط وهناك عدم اتخاذ قرار في بعض الأراضي الموجودة ورح نشرحها بالتفصيل أيضاً المحور الخامس عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولويات تعيين وتطبيق سياسة الأحلام هذه المحور الخامسة أنا أتمنى أنها تكون جلسة علنية ويطلع ويفند وهو الآن يعني على الكلام اللي نسمعه أنه مصر يعني مرحب عفواً قاعد يرحب بالاستجواب وإحنا أيضاً نرحب وإحنا أيضاً نرحب بصعود المنصة وتفنيد وخليه يقول اللي عنده وإحنا نقول اللي عنده بالنهاية نوابهم واللي بيحكمون إحنا ماد وبعدين إحنا قاعد يعني نطالبه ونحاسبه موجه بعمله أيضاً الوزير استمر هو كان في الحكومة السابقة يعني قاعد تقريباً سنة ونص والآن كمل وعارف بعض الغرارات بإمكانه يتخذها بيوم مدروسة وموجودة وجاهزة عنده حس هذا كله إحنا نقول الوعد بالمنصة وخليه يفند وخليه لقول اللي عنده أنا أتمنى لا للإحالات لا للتشريعية لا للدستورية لا للسرية إذا يبونها خلي الشعب الكويتي يسمع وخليه يطلع واطلع أنا مو قاعد أجيب شيء من عندي ولا خارج وزارتك أنا قاعد أجيب شيء ومخالفات وأنت تعرفها وساكت عنها بصميم عملك بصميم وزارتك ولا اتخذ فيها قرار سنة وشوي واليوم هذه امتداد الحكومة هذه امتداد للحكومة السابقة وأيضا الوزير إحنا ما جبنا والله حق وزير جديد توا ما صار له اليوم يقسم لا من حقنا أن نقدم عموما هذه المحاور وإحنا بإذن وأحد أحد إن شاء الله راح نتواجه إحنا معه وزير الأخ وزير الدفاع على المنصة شكرا للجميع